اشتركوا في القناة كل التفاصيل يعني الحياتية اليومية وبالتالي الناس ناطرة تنطب بدون عمل بس هاي مسؤولية الوزارات مش هو شغلت الوزارة إذا هتشتقل على خدمة الناس مش يكونوا الناس بخدمة الوزارات وخدمة الوزارة والسياسيين زكرت بعض المشاكل من السير السير مشكل مزمن يعني كل ما علاقنا بيعجق بنجي من سبق ومنعيت ومنصرخ ومنقول ما بيحل مشكلة لأزمة السير إلا ناقل مشترك جب لي ناقل مشترك تتأكد إنه بيضي يخف السير ما إنه كمان ما عم نخترمات الصخنة في مشاريع نعم في مشاريع بد تلزيم بد متابعة نعم بس باهتمام الناس غير إنه هيدا مشكلتها بيعلاق بالسير أداعم بيتابع من اللبنديين من الإعلام من الصحافة بشكل دائم مثلا الحلول مش بس المشاكل وين صار مشروع نقل البصات السريع اللي موجود ومدروس وين صار سكة الحديد عنا كهرباء عنا ماء عنا نفيات عنا بيئة عنا كل شي ومدي خبرك لأنه بدي لك إنه شو جاي هيدا عمل الحكومة في مسؤولية كتير كبيرة على الوزارات وعلى الحكومة إنه هن يقدموا هذه الخدمة ما بدي أنقلك على الكهرباء وعالمي اللي المصايم مزمنة لازم نخلص منهم ها بسئلي عن أنوي إجارات كمان لبنانيين مركين مسأجين حدت تكون تابعا على الموضوع نعم ومقصومين وضايعين بالمحاكم تركينهم خطين بعضهم خطين بعضهم صدر قانون لازم يستكمل يعني العمل التشريعي عمل التشريع بمجلس نواب كمان مش بس بطيء صار في إصلاحات للقانون ترممت المواد لأبطل المجلس الدستوري ناطرة صار للسنتين هلا وضعت عجد والأعمال مجلس النواب المقبل نعم والحمد لله أنا في شيء من العجيب اللي حصلت بعض انتخاب رئي الجمهورية نعم انه نفتح نواب الجن الحمد لله نعم ويجع مشي مجلس نواب والوزير بر رئيس بر وعد بجلسات أسبوعية للتشريع للتشريع وجلسات دورية للرقابة والمسائلة نعم وهيدي أهم في الأمر لأنه المشكلة كمان منا بس بغياب التشريع بس بتشريعات لتطبق التشريعات تطبق بطريقة سيئة والسياسات سيئة مين برقابة مجلس نواب كم مرة اجتمع مجلس نواب من اتفاق الطائف لليوم لسؤال الحكومة من 11 مرة بس هلا بنشوفها جديد بدول عادية حتى من العالم التالت بيجتمعوا مرة بالأسبوع حيروح من الوقت موضوع حقوق الإنسان صار فيه وزير جديد مع الوزير أيمن شقير وحضرته عابتابع معك مثل معرفة هذا الموضوع مع الكثير من المعنيين بالأمر وبالتالي نقطة إيجابية أيضا في هذا الوزير نعم طبعا كان موضوع انشاء وزارة حقوق الإنسان وكان مطلب شخصي ومطلب لعديدين وبالتالي أنا مسرور جدا نكون حصل مثل انشاء هذه الوزارة الأهم الآخر والناسبة كتير انتباهت لها وصدور قانون بمرحلة التشريع الضرورة صدور قانون ينشئ الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اللي بتتضمن لجنة للوقاية من التعذيب للجنة لزيار السجون وكما من التوقيف هذه الهيئة هو المهمة الأولى للوزير هذا ملف كتير واسع وأنا بستغل مروري بحلقتك تنشط كل الجمعيات حول إنسان وهياة حول إنسان تبعى الترشيحات بالأسماء للجنة حول إنسان النيابية لأنه لازم تتعين هذه الهيئة ضمن ثلاث أشهر من صدور قانون يعني ضمن أربعة أشهر من هلا الوزير عنده شغل كتير ما هاي الملف الوزير عنده ملف كتير كبير تعرف وين شغله مش هو البدوين يحل مشاكل حول إنسان الوزارات كلها والقوى الأمنية والقضاء المشروع بناء الدولة لبنان لا يمفي حقوق كافية لا يمفي فساد كبير لا يمفي خدمات مش عم توصل للمواطن لأنه فاسد فساد بنية وي هلا بالخطوة الثانية وزير وزارة لمكافحة الفساد برئاسة مع الوزير الأولى مكافحة فساد وحماية حول إنسان وتأديد خدمات مرتبط بمشروع بناء الدولة الديمقراطية الفاعلة هيدا مشروع هو الأهم بدوات ايه استاذ مبلش وبتأمل هيدا الحكومة بيها المؤشرات اللي أعطيت نعم وزارة دولة لحول إنسان ولي مكافحة فساد ولي المرأة ايه ولو لم يتوليها تتوليها أمرأة هلأ منحضرنا بعدين ما كان فيه أمرأة وحدة نعم لو ما كان فيه أمرأة وحدة يجب أن يكونوا أكتر الوزارة جديدة أنا بتأمل أن يسرعوا بمكافحة فساد تعرف شو الأولوية تعيين وسيط للجمهورية من مجلس وزراء كمان هيدا منسي نعم بسرعة تيتولى هو تولي شكاوى الناس إنشاء هيئة وطنية لمكافحة فساد مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل أنجزت سلي من التشريعات قد تكون الأهم منذ عهد الرئيس شاب من الستينيات تحضر منظومة لأنه الدولة مثل المنخول ما فيك تعب فيها ماء قد ما فيها قد ما فيها ثغرات القوانين اللي عملنا عليه هو لسد ثغرات الأجهزة الرقبية المؤسسات الغير فعالة لأنك بهذه الأدوات لن تتمكن من إنجاز شيء من مكافحة فساد العمل المجلس باستعادته استعادة عمل مجلس وزراء وجود رئيس الجمهورية على رأس الدولة مؤشرات تنبئ بشيء من الخير نعم إنما يبقى العمل والعمل كثير أنا بدي أشكرك أستاذ غسان وبهالكلام بدي أختم معك هذه الحلقة وإن شاء الله يكتروا لشغيلة إن شاء الله يارب مثلك مثل حضرتك مقرد لجنة حقوق الإنسان النيابية وعضو تكتل التغيير والإصلاح أنا أبغى سانم خايبير شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم شكرا جزيلا